الموجز رياضي أتيكم الأول لقناة الإلكترونية بالجزائر زيرتيوب أهلا بكم بداية أخبارنا الرياضية بالمنافسة القرية أين تمكن فريق نادي الرياضي القسنطيني من تحقيق الفوز على ضيف نادي الشرطة الرواندي بنتيجة هدفين دون رد وهذا في افتتاح الدور التمهيد الأول في منافسة كأس الكونفيدرال الإفريقية للكرة القدم في المباراة تتجارة على أرضية ملعب الشهيد حملوي بقسنطين هذا وشهدت المباراة حضور الناخب الوطني فرادامير بيتكوفيش رفقة مساعدين من أجل معاينة اللاعبين والوقوف على آخرية التحذيرات وفي نفس السياق أجرت عناصر مولودية الجزائر آخر حصة تدريبية لها في المركز تدريب الفريق ميزيالد وعرفت الحصة تدريبية حضور كل اللاعبين وهذا بتواجد أيضا المصاب أيوب عبداللاوي الذي تعرض إلى إصابة في التربوس وعن اللقاء قال المدرب أمير بعمل ومن جانب آخر كشف اللاعب زكريا دراوي أنه تأقلمه بطريقة مباشرة وسهلة في مجموعة مولودية الجزائر مؤكدا أنه يطمع للفوز بالألقاب مع النادية الحمد لله لأنني أشتعي كنسة المعظم اللاعبين نعرفهم الحمد لله لك المجموعة خليتني ندامج في أسهل طريقة إن شاء الله أنا نتمنى إن شاء الله نقدم الإضافة للفريق مولودية الجزائر إن شاء الله يكونوا مفعل خير بينما سيكون الممثل الكرة الجزائرية الآخر شباب الوزداد على موعد مع مباراة الدورة المهدي الأول وهذا أمام ناديليو بار الكونغولي بداية من يوم غد الأحد على الساعة الثانية والنصف زوالا بالتوقيت الجزائري حيث يشعى الشبال المدرب مارتيناز إلى تحقيق نتيدة إيجابية من أجل لاعب مباراة العودة بكل أريح يفحض موفق لكل الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسة القرية بهذا مشاهدين الكرام نكون وقد وصلنا لختام هذا الموعد الإخباري الرياضي دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر